قال رحمه الله ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبه على خطأه ويرشده إلى الصواب ويزول استمراره على جهله فهذا يحتاج إلى شكر الله ثم إلى شكر من أجر الله الهدى على يديه متعلما أو غيره قال ومن نعمة الله على المعلم من نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطأ ويرشده إلى الصواب مثل ما تقدم بلطف ورفق ونفس طيبة ومعاملة لطيفة هذه تعد من النعم هذه تعد من النعم العظيمة التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على المعلم أن يكون طلابه ومن يتعلمون عليه على هذه الصفة إن أخطأ ما يتركون الخطأ وإن نبهوا نبهوا بلطف وأسلوب رفيق فهذه تعد من النعم لكن إذا كان المعلم عنده من الطلاب من أسلوبهم جافية وطريقتهم قاسية وعندهم الفضاضة والأسلوب غير اللائق يتعب يتعب في تعليمه ويدخل في مشكلات بينه وبين الطلاب فيفوت عليه وعليهم الخير يفوت عليه وعليهم الخير ولهذا الشيخ ينبه هنا أن هذه تعد من النعم العظيمة أن يكرم الله سبحانه وتعالى بطلاب هذه صفتهم ينبهونه إذا أخطأ ما يتركونه ينبهونه وفي الوقت نفسه يكونون برفق ولطف وأدب معه ينبهونه على خطأه ويرشده إلى الصواب ويزول استمرار على جهله يعني على جهله بهذه المسألة المعينة التي ماذا أخطأ فيها يقول فهذا يحتاج إلى شكر الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أكرمه وأنعم عليه بطلاب هذه صفتهم فهذا يحتاج إلى شكر الله سبحانه وتعالى ثم إلى شكر من أجر الله الهدى على يديه متعلما أو غيره من أجر الله الهدى على يديه يعني من نبه على خطأه فيحمد الله الذي يسر له طلابا هذه صفتهم وأيضا يحمد الله سبحانه وتعالى أو يشكر هؤلاء الطلاب على تنبيه إذا نبه الطالب يقول جزاك الله خيرا أحسنت إلي نبهتني لم أنتبه ونحو ذلك فيشكر الله لأن الله هو الذي يسر ذلك ويشكر أيضا الطالب الذي نبهه الطالب الذي نبهه لأنه صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس وما أخفيكم هذا الذي أجده في طلابي اللهم لك الحمد التنبيه واللطف والطريقة المناسبة فأنا أجدها فرصة لأشكرهم على إحسانهم ولطفهم ورفقهم وكرم النفوس وأسأل الله لهم أجمعين أن يزيدهم توفيقا وبركة من الأمثل على ذلك في هذا الكتاب كنت ذكرت أثر في الإخلاص وهو قول الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فقلت قال الأوزاعي ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فنبهني إثنان من الطلاب بلطف ورفق وقالوا هو للثوري وليس للأوزاعي فأيضا أجدها فرصة لأشكرهما على هذا التنبيه جزاهم الله خيرا وأحسن إليهما وإلى الجميع